صفة المرأة التي تكون صالحة تحت زوجها تحت عصمة زوجها أو في عصمة زوجها قال فالصالحات يعني فالنساء الصالحات قانت ذكر صفتهن قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب حافظات للغيب ذي معنى إيه؟ معنى أنهم بيحفظن غيبة أزواجهن بيحفظن غيبة الأزواج إذا غاب الزوج عن البيت حفظته في عرضه وفي ماله وولده هذا معنى فالصالحات حافظات للغيب يعني إذا غاب الزوج حفظته في البيت وفي العرض وفي الولد والمال كما ذكر فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله طيب هنا الرجال قومون عن النساء قلت بما يستحقون من هذا اللفظ أو هذا الوسام أو هذا الشرف من الله سبحانه وتعالى لهم ثم ذكر المرأة أيضا الصالحة بين الرجل الصالح والمرأة الصالحة الرجال قومون عن النساء بمفضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات لما الأزواج قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله تمام؟ هنا استوائد طرفينه كل واحد شايف شغل كل واحد بأين بمهمته زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمره ننتبه على بيت القصيد ومسألة بقى إذا حدث منزعة أو مشكلة بين الزوجين بين الزوجين زكرت أن نحن نبين إن شاء الله عز وجل ممكن المشكلة تبقى من الزوج ممكن تبقى من الزوجة ممكن تبقى منهم الاثنين الحل يبقى أيه والحل يبقى إزاي في الأول البيت مستقيم البيت مستقيم رجل قيم على المرأة والمرأة صالحة وقانتة وتحفظ زوجها في غيبتي وتحفظه في إذا غاب عن بيتي وتحفظه في مالي وتحفظه في عرضي وولدي وهكذا طيب بدأت الآيات تتكلم عن ولات تخافون نشوزهن يبقى هنا تكلمت المرأة تكلمت الآية عن المرأة الناشز يبقى أول حالة بقى يعني عندنا أول حالة استقام البيت استقام البيت الرجل مع المرأة الحالة اللي بعد كده المرأة قد يحدث لها نشوز النشوز هو إيه النشوز هو الخروج عن الطريقة المحترمة المألوفة النشوز هو الخروج عن الطريقة خلاص نشز البعير يعني خرج عن الطريق والذي يقول لا تخافون نشوزهن يعني مخالفتهن مخالفته المرأة للطريق الصحيح خلاص إعوجاك يعني حصل مشكلة كنا فوق في الآل لفوق راجل قيم امرأة صالحة بعد كده يبقى إذا إعوجت المرأة أو إذا نشزت المرأة أو إذا حادت عن الطريق أو مالت عن الطريق أو غيرت الطريق الصواب إلا علاج قال رب العالمين سبحانه وتعالى والذي تخافون نشوزهن مخالفتهن إعوجاجهن بعدهن عن طريق المستقيم والذي تخافون نشوزهن أيها الرجال الرجال مين الرجال هم القومون على النساء إلا أنا ذكرت أنه فعلا رجل مش ذكر خلاص والذي تخافون نشوزهن أيها الأزواج عليك بأشياء للإصلاح أنا قلت لك دايما احنا بنسعى لإصلاح دايما بنسعى لاستمرار هذا البيت دايما بنسعى لتقريب وجهة النظر أو للتقليل من المفاسد قدر المستطاع تقليل من المفاسد قدر المستطاع والمحافظة على قوام هذا البيت الذي يعني هو كما ذكرت النوى الأولى والأساسية والثابتة فيه بالنسبة ليه المجتمع بصفة عامة قال والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن الوعظ ده الوعظ ده اللي هو كلام كلام يعني بقولنا عليك الموعظة هي الكلام المؤثر الكلام المؤثر يعني كلام مؤثر يعني تبدأ تتكلم معه بما بما يعني يمس قلبها تتكلم معه بالمنطب وبكتاب الله وبأوامر النبي عليه الصلاة والسلام ده بنت الناس ما ينفعش و يا ربنا عز وجل الأمر بكذا و يا ربنا سبحانه وتعالى ما يرضيش الظلم وهذا الأمر المخالف و كذا ده مسألت الوعظ خلاص دائما لذلك لما تجد بقيت له واحد نصح لحد يعني فقلوا أنت يعني تعمل فواعز لا الوعظ هنا اللي هو الكلام اللي هو بيمس القلب اللي هو بيمس القلب و بيفكر العقل فيه و يعني يراجع الإنسان نفسه و إذا سامعه إذا سامعه و ذلك الموعظة دائما تطلق على مثل هذا سأل لك العرباد بن سريع قل موعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة زرفت من العيون و وجلت منها القلوب موعظة خلاص و هكذا